موسيقى متابعين الكرام اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم معنا بحلقة جديدة ومميزة من برنامج الاقتصاد اليوم وفيها سيدور الحديث عن مشروع الطاقة النووية في الاردن وما اثير في الفترة الماضية عن امكانية انشاء مفاعل نووي للاغراض السلمية في المملكة خاصة وان هذا المشروع لقى الكثير من المعارضين والمؤيدين لتبني فكرة انشاء مثل هذا المشروع ولهذا الموضوع نرحب باسمكم جميعا بمعاليد دكتور خالد توقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية معاليد دكتور مرحبا بك مرحبا بك واشكرك على تلبية دعوتنا والحضور الاقتصاد اليوم الله يخاليك شكرا جزيلا في البداية الى اين وصل هذا المشروع؟ مشروع الطاقة النووية له ثلاث محاور المحور الاول هو عملية استكشاف المواد النووية في الاردن وبالذات اليورانيوم وهي تسير على قدم وساق نحن دخلنا في السنة الرابعة في برنامجنا الاستكشافي في منطقة وسط الاردن هذه المنطقة يجري العمل عليها من خلال الشركة الاردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم وهي شركة مشتركة بين هيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة أريبة نحن الآن في السنة الرابعة انتهت أعمال الحفر والآن بعد إجراء القياسات المخبرية نتوقع خلال الشهرين القادمين نأتي بتقدير للاحتياطي الاستراتيجي في منطقة وسط الاردن كاملة إضافة لذلك هيئة الطاقة الذرية الاردنية ومن خلال ذراعها التجاري الشركة الاردنية لمصادر الطاقة تعمل بجد في مشروع تقدير احتياطيات لليورانيوم سطحية في منطقة غرب الحسى سواء الاحتياطيات الموجودة في منطقة وسط الاردن أو في الحسى هذه احتياطيات سطحية لليورانيوم منفصولة عن احتياطيات الموجودة في الفوسفات الاردني المحور الثاني هو بناء المفاعل ناوي البحثي في حرم جامعة علوم التكنولوجيا اللي يكون مركز للتعليم والتدريب وقد قطعنا الآن سنة ونصف في إنشاء هذا المفاعل الآن بدأت عما قريب الخطوات التحضرية للبدء بالحفريات لإنشاء المفاعل ونحن الآن في المراحل الأخيرة من إنشاء المركز التدريبي اللي بدي يتبع لهذا المفاعل هذا المفاعل متوقع عام 2015 يتم عملية ترخيصه وتجريبه ودخوله في الخدمة مشروع محطط إنشاء الطاقة النووية في هناك محوري رئيسيين محور الأول طرحنا العطاء قبل عام نحن الآن في المراحل النهائية لتقييم العطاء بين ثلاث شركات تتنافس على هذا العطاء ائتلاف فرنسي ياباني اللي هو طارح نظام أو مفاعل أتمية الشركة الثانية شركة روس أتم الروسية وطارح علينا مفاعل VVR 1000 اللي هو ينتج 1000 ميجاوات والشركة الثالثة هي SNC Levelan الكندية وأي إي سي أل شركة الطاقة الذرية الكندية وهي طارح مفاعل كانتو فنحن الآن في المراحل الأخيرة لتقييم العطاء من ناحية فنية ومن ناحية الكولاف وسنعلن عن أفضل خيار أو أفضل خيارين في شهر آذار قادم في خط الموازي تجري دراسات على قدم وساق في عملية دراسات وتأهيل الموقع مناسب للمحطة النووية في المنطقة المجاورة لخربة السمرة نعم يعني من ناحية اقتصادية ما هي الفائدة الاقتصادية التي ستعود على الاقتصاد الوطني من إنشاء هذه المفاعلة النووية في الأردن؟ الحقيقة نحن نعلم أنه عام 2011 كان عام صعب جدا من ناحية قطاع الطاقة على الأردن مع انقطاع الغاز المصري الحقيقة شركات توليد الكهرباء طرت للانتقال من الغاز المصري إلى الوقود الثقيل والديزل نعم سمعنا وهذه أرقام حقيقية أن الأردن كان تقريبا يخسر 3.5 مليون دينار يوميا من جراء استبدال الغاز بالوقود الثقيل والديزل نعم إضافة لذلك الحقيقة عملية الاستقرار في الإمدادات شركة الكهرباء الوطنية الحقيقة مرت في ظروف صعبة لا نعرف متى يصل الغاز هناك تذبدو بالكميات أحيانا بصل 260 مليون قدم مكعب أحيانا بنزل إلى 90 أحيانا بنقطع نعم فكل هذه العمليات الحقيقة أذت قطاع الكهرباء بشكل جدي عندما ينشأ هذا المفاعل أولا وقوده المادة الأساسية ستأتي من الأرض الأردنية هذا نتخيل على مستوى الميزان التجاري للأردن الآن الأردن بنتج 2400 ميجاوات كهرباء هذه من استورد تقريبا 5 مليون طن من النفط إذا كان عندنا نفس الكمية هاي موضوع 2400 ميجاوات لنفترض وحدتين ينويات كل وحدة تقريبا 1100 إلى 1200 ميجاوات نستبدل الخمسة مليون طن من الوقود بـ 400 طن من الكعك الصفراء كالمادة الأساس اللي بدأتكون مستقبلا طبعا بعد ما يجري عمليات التحويل والتخصيب بدأتكون هي الوقود الأساسي للمفاعلات نوية ننظر للميزان التجاري من ناحية التخلينا عن تقريبا 5 مليون طن اللي هم تقريبا 2.5 بليون دينار أو تقريبا 3 بليون دولار مقابل أنه 400 طن من الوقود يأتي من الأرض الأردنية على الميزان التجاري اثنين استقرار هذه الامدادات هذه المواد بتكون موجودة في أرضنا تحت سيطرتنا وهذا أيضا له أثر اقتصادي كبير جدا من ناحية التخطيط ومعرفة مدى إمكانية أنه استغلال هذه الثروات على مدى طويل إضافة لذلك الحقيقة إذا شاهدنا الآن قبل قليل مرة على المونيتر سعر الكهرباء النووية معروف الآن في العالم أنه بعد ما يتم عملية استهلاك الاستثمار الرأسمالي في أي محطة نوية منلاحظ هنا مثلا بالزبط على المونيتر سعر الكهرباء النووية مقارنة مع سعر الكهرباء المولدة من الفحم أو تلك المولدة من الرياح أنه الكهرباء النووية تعد يعني من أرخص الأسعار إذا نظرنا لكوريا مثلا السعر تقريبا 3 سنت لكل كيلوات أور الحقيقة هي كهرباء منافسة جدا وهذا يطيح للصناعات يطيح للمستهلك أنه يأخذ أسعار مناسبة جدا للكهرباء وأسعار تمتد إلى 40-60 عام لأنه المفاعل النووي الحقيقة عمره 60 عام يعني إحنا فاتورة الأردن للطاقة تقريبا 22% فهل ترى بأن المفاعل النووي سيغطي هذه الكلفة وممكن أنه كمان يكون فيه فائد يعود علينا بفائدة اقتصادية الحقيقة الطاقة في الأردن إلها يعني أساسيا فيه تقريبا 55% بروح لا استهلاك يعني معنى تستوردهم مواد لقطاع الكهرباء وفيه جزء طبعا اللي بروح للسيارات والاستهلاكات الأخرى نعم بالنسبة لقطاع الكهرباء بالتأكيد إحنا مستقبلا طبعا مش خطأ أنه نعتمد كليا على الطاقة نوية ليجب أنه يكون عندنا مزيج من الطاقة طاقة نوية تعت أحد الأركان لكن يجب أن يكون هناك مزيج آخر نعتمد على أيضا الصخر الزيتي نعتمد على الغاز الأردني طاقة المتجددة لكن بالتأكيد على المدى البعيد أن الطاقة نوية ستساعد الأردن في استبدال استيراده من المواد الخارجة من الخارج بمواد تنتجها الأرض الأردنية وهذا بالتأكيد أثر إيجابي جدا على الميزان التجاري في الأردن وأيضا أثر إيجابي جدا على أسعار الكهرباء واستقرارها للصناعات للقطاع التجاري للقطاع السياحي في الأردن وهذا الحقيقة ما نشاهده في دول كبيرة ومتطورة فرنسا على سبيل المثال 80% من كهرباء فيها تنتج من مفاعلات ناوية لتوانيا على سبيل المثال كوريا كوريا الآن 50% من الكهرباء الحقيقة التخطيط أنه خلال عدة سنوات تكون معتمدة على المفاعلات الناوية طب هل هناك دول مجاورة أيضا فيها؟ نعم الحقيقة في دول مجاورة إذا نظرنا العالم العربي هالخريطة اللي أمامنا للأسف العالم العربي الحقيقة ما دخل موضوع الطاقة الناوية لحقيقة عدة أسباب لن نريد الخوط فيها لكن إذا نظرنا للخارطة الناوية على مستوى العالم نشاهد أوروبا مغطاة بمفاعلات ناوية الولايات المتحدة الأمريكية جزء الشرقي نشاهد في عدد كبير اليابان لكن الآن في دول بالمنطقة بدأت وأخذت خطوات ملموسة تركيا الآن تعاقدت من خلال اتفاقية بين الحكومة الروسية والحكومة التركية على بناء أربع محطات على المتوسط الحقيقة على الشاطئ الجنوبي لتركيا على المتوسط المفاعلات بدأت تقام أربع محطات ناوية 4800 ميجاوات يعني ضعف الكهرباء المولدة هنا بالأردن الآن المنطقة بين أنطاليا وبين مرسين الآن الشركة الروسية روسقتهم ثلاثة أشهر تقريبا بتهيئ الموقع للبدء بالإنتاج الأمارات العربية المتحدة وهي دولة نفطية كبيرة الحقيقة الآن هي تعاقدت قبل عام ونصف تقريبا مع شركة كيبكو الكورية لإنشاء أربع محطات ناوية أربع وحدات كل واحدة منها 1400 ميجاوات يعني 5600 ميجاوات قيد الإنشاء الآن في الإمارات العربية المتحدة أيضا المملكة العربية السعودية أعلنت عن عزمها إنشاء 16 محطة ناوية خلال العقد الحالي طيب دكتور دعنا نتحدث بالأرقام كم هي التكلفة المتوقعة لإنتاج هذا المشروع الحقيقة الاستثمار الرأسمالي طبعا هو استثمار كبير ولكنه يعادل أي استثمار رأسمالي لأنه الآن إذا نتحدث عن محطات حتى بالصخر الزيتي ما بطلا نتحدث عن 100 و 200 مليون نتحدث عن بليونين دولار 3 بليون إذا ننتج كهرباء من الصخر الزيتي إحنا المحطة ناوية نتحدث عن اقتصاديات الحجم نتحدث عن 1000 ميجاوات تنزل مرة واحدة 1000 ميجاوات هذه الكلفة الآن الأمامنا يعني الأسعار المبدئية التي وصلتنا من العطاءات نتحدث من 5 إلى 5.5 مليار دولار دولار أركز يعني مش دينار يعني تقريبا نتحدث 3.5 مليون دينار لمحطة بحجم 1000 ميجاوات طبعا حتى يكون المشاهد بالصورة أنه 1000 ميجاوات هي تمثل الآن نصف نصف ما ننتجه من كهرباء بالأردن يعني 2000 ميجاوات أو 200 ميجاوات تقريبا هم 90% من الكهرباء اللي بنتجها الأردن الآن لكن اللي أريد أن أركز أنه هاي المحطات بتعيش معنا 60 سنة تحدي هو تحدي الاستثمار الرأسمالي لكن هاي المحطات بتعيش 60 عام هناك في اقتصاديات حجم نحكي عن 1000 ميجاوات مقارنة بمحطة تقليدية نحكي عن 75 إلى 100 ميجاوات فهنا الحقيقة المشاهد المنقول على استثمار ضخم بمعنى لأنه منحكي على محطة تقريبا عشر أضعاف على الأقل أي محطة تقليدية مرة واحدة بتعطينا ومحطة بتعيش معنا 60 عام مقارنة بمحطة بتعيش معنا لـ 25 عام لكن نحن عم نطرح موضوع الشراكة مع القطاع الخاص أو ما يطلق عليه الـ PPP model Public Private Partnership لدخول مع شركة استراتيجية بمبلغ نصف المحطة أيضا لسببين السبب الأول أنه تأكيد على إدارة هذه المحطة بشكل آمن ومستقر والأمر الثاني هو موضوع مساهمة أيضا في أخذ جزء من العبئ في تمويل المحطة نعم هل ثبت بأن الموقع هو المفرق بعد أن تم تغيير موقع العقبة؟ الحقيقة نحن الآن كما قلت شركة Tractable Engineering هي في المراحل النهائية بنهاية هذا الشهر فاضلوا بين ست مواقع بجانب خربة السمرة هذا الموقع ما زال قيدة دراسة نحن الآن الحقيقة نقيم الأمور بالاعتماد على معايير الوكالة الدولية الطاقة الذرية ومعايير الأمان الناوي الأمريكية والأوروبية ما زال موقع قيدة دراسة والحقيقة نتوقع أنه مع نهاية عام 2012 نكون قد حددنا موقع في المنطقة الشرقية من المملكة نعم طب ما هو سبب تغيير موقع العقبة؟ يعني كانت العقبة خلص راح تكون هي الموقع الحقيقة إذا نتظرنا للخارطة الزلزالية الأردن إذا شاهدناها على المونيتر الخارطة الزلزالية الأردن منشاهد أنه فيه أولا منطقة شديدة الزلزالية هذه المنطقة الحقيقة هي قريبة من منطقة الصدع العقبة طبعا قريبة منها وجدنا عند الدراسات أنه نحتاج إلى بطانيات زلزالية بعدنا 14 كيلو متر عن الصدع بدنا نتظر نخرج للجبال وجدنا أنه فيه كلف رأسمالية تقريبا بدا تزيد علينا كلفة الاستثمار رأسمالي 15% وجدنا أيضا كلف جارية نتيجة ضخ المياه إلى ارتفاعات 500 متر وتحلة المياه سنستهلك 5% من مجموعة الطاقة المولدة في المحطة على عمر 60 عام في عملية ضخ المياه وتحليتها وهي بالفعل كمية كبيرة يعني هي أسباب اقتصادية بحثي هذا حقيقة أجبرنا أنه ننظر لخيارات أخرى ولكن أريد أن أركز أن العقبة ما زال موقع مفتوح لأنه أي دولة عندما تأتي بتخطيط لمفاعلات نووية تحدد مناطق محددة قد تكون 4 أو 5 مناطق هذه كل التخطيط العمراني كل التخطيط المدن باعتمد على اختيار هذه المواقع لأنها يبدأ تعيش معنا لمئة عام العقبة ما تنزال موقع مقترح ولكن أسباب اقتصادية بحثي كلفة رأسمالية تزيد 15% إضافة إلى كلفة نفقات جارية 5% منخزرها من طاقة المحطة على عمر المحطة لـ 60 عام نعم دكتور لوصدعنا نتوقف مع فاصل وبعده بنرجع وبنكمل حديثنا إذن أعزائي نتوقف مع فاصل وبعده نعود لنكمل حوارنا مع معالي الدكتور خالد توقان فبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر